اكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب حرص الوزارة على طرح المبادرات التي تساهم في الاستثمار في بناء الشباب الذين يمتلكون مهارات الحوكمة والابتكار والتحدي باعتبارها تمثل أولوية رئيسية في رؤية مملكة البحرين المستقبلية وأشارت وزيرة شؤون الشباب إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تمكين الشباب والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم ومشروعاتهم مما يضمن مشاركة الشباب في صناعة المستقبل جاء ذلك خلال رعايتها للحفل الختامي لبرنامج تحدي مساري والذي أطلقت في الوزارة بالتعاون مع منظمة بيرل من الإمارات العربية المتحدة وبدعم من شركة تراكس فرع البحرين ويهدف إلى تمكين الشباب من دخول سوق العمل وريادة الأعمال وتابعت وزيرة شؤون الشباب بقولها إن الوزارة تعمل على عقد شراكات متميزة مع مختلف الجهات للعمل على تطوير قدرات الشباب البحريني وذلك انطلاقا من إيمان الوزارة بأن بناء مهارات الشباب عملية تكاملية تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر